مشاورات الرياض اليمنية تدخل يومها الخامس في جو طبعه التفاؤل جدول أعمال المشاورات يسير حتى الآن وفق خطه المرسوم والذي أريد له أن يكون يمنيا يمنيا تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي غياب المليشيات الحوثية عن المشاورات لم يؤثر كثيرا في جدول أعمالها وإن كان القائمون عليه أكدوا أن الباب لازال مفتوحا أمام المشاركة الحوثية وكان الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي طلب من الحوثيين تجاوز الحسابات الضيقة والتفكير في مصلحة اليمن بحسب تعبيره مشيدا في الوقت ذاته بمشاورات الرياض التي ستخلق تقاربا كبيرا بين مكونات المشهد السياسي اليمني بحسب الرئيس هادي إشادات دولية كبيرة بنجاح ما سلف من أيام مشاورات الرياض وخصوصا بعد قرار الهدنة المعلنة لمدة شهرين والتي أكدتها الأطراف ولاقت هذه الخطوة تثمينا دوليا ومحليا كبيرا وإن كانت تشبه بعض الخروقات من الجانب الحوثية جلسات ستنعقد اليوم تناقش مسائل عدة مدرجة ضمن محاور المشاورات الستة نهيك عن لقاء مع وزير الخارجية وسفراء اليمن لتدارس كيفية العمل الدبلوماسي وسبل الخروج باليمن من الحرب إلى السلام وهناك لقاء آخر مع وزير الإعلام يجمعه مع الإعلاميين لتدارس إمكانية التكامل بين العمل الحوكمي والإعلامي وألية التنسيق والتكامل بين الإعلام العمومي والخصوصي ويعتبر الإعلام أحد محاور جدول الأعمال في مشاورات الرياض كسادس محور مدرج على طاولة المشاورات ترجمة نانسي قنقر